بسم الاب والابن والروح الكدس الاله الوحد امين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيح التسبيح على مدار الحلقتين اللي فاتوا اخذنا فكرة عامة عن الكراءات اللي بنقراها في القداس الالهي وعرفنا او اتعرفنا على القتمارس وانواعه ومحتوياته القداس الكلمة او قداس الموعوزين هو ده الجزء اللي بنسمع فيه تعليم الكتاب المقدس داخل القداس الالهي سمينا قداس الكلمة عشان كل الاريات بتيجي من الكتاب المقدس كلمة الله وسمينا قداس الموعوزين لانه في نهاية الجزء ده كان الموعوزين اللي موجودين في القداس بيتعلموا مفروض انه هم يغدروا القداس ويسيبوا الكنيسة نبدأ بقى نتعرف على القرايات بشيء من التفصيل اول اراية بنلاقيها في القداس هي البولوس والبولوس هو جزء من احد رسائل بورس الرسول اللي عددهم 14 لو فتحنا العهد الجديد نلاقي البشير الاربعة او الاناجيل الاربعة وبعدين سفر اعمال الرسل وبعدين نلاقي 14 رسالة كتبهم بولوس الرسول بداية من الرسالة الى روميا وانتهاءا برسالة الى العبرانيين جزء من الرسائل دي نحطه في البولوس عشان كده بنسميه البولوس اراية البولوس لها دورة بخور في الكنيسة مشابهة تماما لدورة البخور اللي بنعملها في عشية وبنعملها في باكر اما ايه الاختلاف الاختلاف في سر الصلاة السرية عشية لها سر صلاة سرية اسمها سر عشية باكر له صلاة سرية اسمها سر باكر البولوس او دورة بخور البولوس لها صلاتين صلاة في البداية الدورة وصلاة في نهاية الدورة صلاة سرية أبونا بيصليها أما الدورة في حد ذاتها فهي متشابهة تماما تلو أبونا بيعمل تلات دورات حوالين المزبح زي ما شارحنا وقدامه الشماس رافع البشارة والصليب وبعدين يخرج أبونا يعمل كمان تلات دورات في صحن الكنيسة ويرجع يعمل دورة سبعة وأخيرة حوالين المزبح في دورة البولوس أبونا بيطوف الكنيسة كلها تلاتوا أبونا مشي بالشورية وبالبخور في الكنيسة من أولها لآخرها علشان الكنيسة عايزة تشير أن بولوس الرسول هو أكتر الرسل تعب في الكرازة وفي الخدمة وفي التبشير على مستوى بلاد كتير وثلاث رحلات تبشيرية هو نفسه بولوس الرسول قال كده ولكن بنعمة الله أنا ما أنا ونعمته المعطى لي لم تكن باطلة إذ أنا تعبت أكثر منهم جميعهم ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي قال لنا الكلام ده في كورونسوس الأولى إصحاح 15 فعشان كده الكنيسة بتعبر عن المعنى ده ودورة بخور البولوس بتبقى دورة طويلة في الكنيسة كلها حاجة تانية بنعبر عنها في دورة بخور البولوس إن إحنا أبونا بيبدأ الدورة من اليمين للشمال يعني ينزل أبونا في صحن الكنيسة من عند الرجالة كده نحية البحرية نحية اليمين وينتقل بالدورة نحية السيدات نحية الإبلية أو نحية الشمال عشان الكنيسة عايزة تقول لنا إنه بكرازة بولوس أو بالإيمان اللي وصل لنا عن طريق بولوس الرسول وغيره من الأباء الرسل نحن نقلنا من الظلمة إلى النور نقلنا من التدبير الشمالي إلى التدبير اليمين وأبونا هو ماشي في وسطينا في صحن الكنيسة في دورة البولوس نسمعه يقول لنا بركة بخور بولوس عبد مخلصنا الصالح فلتكن معنا أمين وبعد نهاية دورة البولوس أبونا بيرجع ويدخل الهيكل ويعمل دورة حوالين المسبح ويصلي صلاة سرية اسمها سر الرجعة شرحناها برضو في دورة بخور باكر لكن أفكركم أن سر الرجعة معناه أن أبونا هو ماشي في وسطيكو خد الطلبات بتاعتكم وخد الصلاوات بتاعتكم فرجع بيها للهيكل عشان يحطها على المسبح قدام ربنا مجرد أن أبونا بيرجع ويخش الهيكل بعد دورة بخور البولوس في الكنيسة برضو الكنيسة عايزة تعلمنا أن ده فيه إشارة إلى أن بولوس الرسول كان بيرجع أرشاليم اللي هو بيرمز ليه الهيكل كان بيرجع أرشاليم بعد رحلاته التبشيرية آخر ملاحظة في موضوع البولوس عايزة أقول أنه لما يكون عندنا أدوات جديدة للمسبح فالوقت بتاعتها تشين الأدوات دي بيكون أثناء كراءة البولوس ودورة بخور البولوس عندنا أدوات التناول جديدة كاس وصانية وغيره عندنا بشارة عندنا صليب عندنا شرية جديدة كل الأدوات اللي بنستعملها داخل الهيكل لابد أنها تدشن وقت تدشنها جوه الأدوات بيكون أثناء كراءة البولوس ودورة بخور البولوس دي الإراية الأولى اللي بنسمحها في الأدوات الإلهي البولوس بعد كده تيجي الكراءة التانية اللي بنسميها الكاثريكون كاثريكون كلمة يونانية معناها جامعة كلمة كاثريكون يعني بالعربي جامعة ودي بنطلقها الرسائل الجامعة بنطلقها على السبع رسائل اللي بيالوا رسائل بولوس الرسول في العهد الجديد يعني بعد الـ 14 رسالة بتوع بولوس الرسول عد بقى سبع رسائل بعد كده بنسميهم الرسائل الجامعة وعشان تحفظهم معايا ويبقوا سهلين احفظ كده اتنين بطرس تلاتة يحنى واحد يعقوب واحد يهوزة يبقى كده سبع رسائل لبطرس الرسول يحنى الحبيب ويعقوب الرسول ويهوزة الرسول السبع دول بنسميهم الرسائل الجامعة أو رسائل الكاثريكون وتسمت بالاسم ده الجامعة لأنها اتكتبت لي جموع المؤمنين تلاحظوا ان البولوس كل رسائل بولوس الرسول كل رسالة منهم موجهة لكنيسة معينة أو لمجموعة معينة بتوع روميا أو بتوع كولوسي أو بتوع كورونسوس وهكذا لكن السبع رسائل الجامعة اللي بنقرأ منهم جزء في الكاثريكون ده موجهة للمؤمنين بصفة عامة الكاثريكون مش بنعمله دورة بخور في الكنيسة زي البولوس لكن له صلاة سرية اسمها سر الكاثريكون وأثناء كراءة الكاثريكون نلاحظ ان ابونا ما بيخرجش من الهيكل بيفضل قاعد جوه الهيكل وده الكنيسة بتعلمنا ان ده فيه اشارة لتنفيذ وصية السيد المسيح لتلاميذه لما جيه يصعد للسماء قال لهم لا تبرحوا ارشالين إلى ان تلبسوا كوة من العالي انتظروا حلول الروح الكودس أو انتظروا وعد الآب عشان كده ابونا يفضل قاعد جوه في الهيكل وقت كراءة الكاثريكون ممكن لو ابونا البطرق حاضر او ابونا الأسكف حاضر لو بصت لقوه في اثناء الهيتنيات كده بيخرج يعود على الكرسي بتاعه لكن الكاهنة لا ما يخرجوش من الهيكل وخصوصا في وقت الكاثريكون يبقى كده احنا خدنا فكرة شبه مفصلة عن البولوس وعن الكاثريكون لكن مازال كلامنا عن كراءات القداسي الالهي ما خلصتش خلونا نكمل كلامنا بنعمة ربنا الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعنانا الرب الذي له المدد دائم إلى الأبد أمين